وجهاً لوجها مع فايزر لذلك من المتوقع جداً أنه سيقوم بسفرية إلى ألمانيا في الأيام القليلة المقبلة من أجل ملاقات فايزر ربما في الأيام القليلة المقبلة أقول يعني بعد يومين ثلاثة أيام لا أدري ولكن في الأيام القليلة المقبلة إذن بيتكوفيتش حتى نختص العامين بيتكوفيتش سيسافر إلى ألمانيا من أجل مقابلة فايزر وجهاً لوجه والحديث هذا من نسبة لي فايزر ومن نسبة لي شيرقي وأكليوش أيضاً سيتنقل كل من الناخب الوطني الجزائري ورئيس الاتحادية شخصيا من أجل الاجتماع بعض هذين اللاعبين لأنه قتلك كان بيتكوفيتش تحدث مع الاتحادية وقال لهم أنه بعد مارس هذين اللاعبين إن لم يأتي قبل شهر مارس فبعد التأهل إن تأهلنا إلى كأس العالم أنا لا أريدهما أنا مشي إنقاصا من اللاعبين الباب يبقى مفتوح ولكن المشاركة في كأس العالم تكون بعادلة للعبين الذين ساهموا في هذا التأهل مشي أنا أنا عيط لك ما تجينيش باعتقد أن تأتي الكأس العالم تخرج لي بالفيديو الشاهر ولا منشور شاهر على باننا بلي شوف على باننا بلي أكليوش والشرقي موتوا على الجزائر كما كل المغتربين يحبوا الجزائر بصح على باننا بلي من الجانب الآخر نظرتهم في كرة القدم نظرتهم براغماتية لأنهم تربوا هكذا هذا هو الاحتراف محمد دائما اللاعب محترف يشوف المصلحة تاعو ويش رح جيب له هذي في المسيرة تاعو باراك لافي الآن الناخب قال أني سأكون عادلا من قلش نظلمنا لعبين اللي جروا معايا في إفريقيا طيلة تصفية كأس إفريقيا وكأس العالم بعدها يضحق نفتأهل إن شاء الله نروح نحيهم ونجيبنا أكليوش وشرقي رغم أنهم مجاونيش قبل ما يعودوا يبدأ وتصفية كأس العالم وهذا أمر جيد جدا للناخب الوطني ليمد ثيقة أيضا ويمد ثيقة لللاعبين في المدرب لأنه ما رحش يضلمهم لأنه رح يلعبوا تساهم في التأهل الأخي العزيز لأولويات كليك قبل اللاعبين اللي ما جاونيش في التصفية ما رحش يعيد لهم إذا ما جاوش في مارس وتأهلنا الكأس العالم يعني نقول لك واش تحدث هو كما يقوله الأيام تتغير وتغريق التفكير قد تتغير هو رو يقول أنه لن أستدعي أي لاعب ما جانيش قبل شهر مارس الكأس العالم إذا تأهلنا وهذا الأمر أعتقد أنه الصفرية هذه رح تبنى على هذه المعلومة رح يروحوا رئيس الاتحادية والناخب الوطني باش يقولونهم وجهاً لوجه أنه إيدات جوه والمشروع التعنا إيدات جوه لازم جونا قبل شهر مارس ما جوش قبل شهر مارس إيدات أهلنا هلعبوا كأس العالم بعد كأس العالم تحبوا جوه مرحبا بكم الأبواب تبقى مفتوحة وهذا أنا نشوف أنه أمر إيجابي جدا نقول له الفايزر تنقل الناخب الوطني شخصياً إلى ألمانيا من أجل الحديث إلى فايزر محمد هذا يعطيك دليلاً على أنه الناخب الوطني يرى في فايزر مشروع الرواق الأيمن مشروع المدافع الأيمن الظاهر الأيمن الأساسي المستقبلي للمنتخب الوطني هنا نوع اسمات أمين والعهدى على الراوي أنه ما زال عنده مشكل إداري بسيط قلت لك محمد ما تجبرنيش باش نتكلم الآن مرح تقدر تتجبر لما تتضيح الأمور إن شاء الله نتكلمه محمد مازال هذا المشكل الإداري مازال هذا المشكل نقوله أنه ليس كل ما يعرف نتيري خلي يجي اللعب نحن نتمنى أنا شخصياً لأني صراحة نشوف فيه بروفايل مش نشوف فيه ظاهر عالمي نحبولاً نشوف إحصائياته مش هذا الموسم فقط كل المواسيم بتاعه وأنك تلعب مع باب جوارديولا وتساهم وتسجل أهداف وتقدم هذا ماشي ماشي وليد صدفة لأنه لاعب أرقامه وتتحدث عليه أنا نشوف فيه نشوف فيه ولو أني أحب يوصف عطال كثيراً وأعرف أنه يوصف عطال لما تبتعد عنه الإصابات رائع جداً ولكن نشوف أنه حالياً مع الفرق الشاسع بين البطولة القطرية والبطولة الألمانية إذا أتى فايزر الذي يلعب أساسياً فوق العدم مع ناديه فردر برام سيكون هو الظاهر كيرونوفلا نعم لما لو كان جوار في شمبيونة تصور بلغة سيكون هو الظاهر ميدو خلينا تكلب على مكراك كتب من قندوسي في الحصة تالي وكل كورة تبقى وليبة تبقى لا 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 تبقى دمجر هذا لو كان تصور جوار زعمة في شمبيونة تصور هكذا رونوفلا جزبك الله كاتقى سامن بالله ليد بحهم الوارد للوارد صح ميدو بناتنا شوف باش ما نشوف مشي كيدرها فايزر نعم ما نشوف هذا والحق في حيامنا الأحسن اللاعب كي يظهر رك لاعب محترف ما تظهرش ببرميدة ميدو بلغة هذي تقلينا من اللي كنت لشخصيتك وتقلينا لنادي تاعك هذا رأيي الخاصة أنا حاقد نشوف الأمر نقول لهم الموضوع تاعنا تشتهم لعي بمونتخب فرنسا كفرام يجيوا لتربوسات لا تحضر ليش علاك فوندي وعنا سيد وعندك يجي ماذا اسمحي حسبي أنه عرض أزياء تحسبي أنها مهزلة مصراحية مهزلة محمد وما خلصين عليها يا محمد وما عندهم ماركات عالمية تفرض عليهم يبسوا ذلك الأمر يعطوا مقابل أموال محمد محمد لو كان يطلبوا منهم أنهم يلبسوا شكوارة خيشة ويجيبها المنتخب والله غير يلبسها لي المرأة خالص هذا يشوف دراهم هذا ما يعمل شوف شوف مثلما لابس ميسي في أحدى حفرات الكرة الدائمية لابس البدلة الحمراء أتا بدلة حمراء وفي أحدى المرات بدلة جميلة جدا لابس 100 سنة محمد خلينا لبعض ميسي بدلة فيها نجوم ولا فيها مهرجين وصفوا بأنه بعيد جدا عن الذوق الرافع خلاص يا محمد يخلص أموال كبيرة جدا أباك ميسي إيش حالي يدي باش يلبس لك لبسة تعوف في البالون يرحي دير على نقال أفضل أمين أردت أن توقف عند نقطة لم نتكلم عليها كثيرا وهي البنية التحتية التي شهدتها الدولة الجزائرية بتعدد الملعب نعم رأينا منتخب بعدما كان إن صح القول في ملعب واحد واللي هو ملعب شاكر نعم كنا نلعب في ملعب واحد حتى أصبحنا نخاف نلعب في ملعب خمسة جوية مهمة الآن المنتخب الجزائري أصبح يلعب في وهران أصبح يلعب في عنابة في قسنطينا وأصبح يلعب في قسنطينا وتزيو الزوب وفي مونديلا وفي نلسون منديلا وخمسة جوية وممكن دويرة وممكن أيضا دويرة في القارب العاجل ومشروع أيضا أنه سيلعب في الصحراء بإذن الله وإبن الملاعب عالمية وهذا يحسب للدولة التي لها الآن بنية تحتية لم أفهم فقط أنه إعطاء فرصة لبلدان أخرى لإقامة كاس إفريقيا وبعدها تتأجل كان ممكن أن الجزائر تحتضن كاس إفريقيا بكل سهلة هذا نتجاوزه ولكن أنا سعيد جدا أيضا بالنسبة لكل المناطق التي سنحت لها الفرصة لرؤية متما تفضل للأخمد وقال محرز عن قرب ورؤية رفاقاء عطال وقنغوسي وماندي تحدثنا عن كل شيء تقريبا قبل أن نختم نذكركم بهذا الخبر وليد صادي وزير الرياضة إذن أثناء تعديل الحكومي اليوم الذي أجراه رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون تم تعيين وليد صادي رسميا وزيرا للرياضة كيف تقرأ هذا تعيين ميدو تعيين صراحة بعد ما قام به وليد صادي على مدار 14 شهر اللي لم تخلني الداخيرة على مستوى الاتحادية الجزائر القادم أعتقد أنه مستوى 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 حقا 14 موات ورئيس الاتحاد يصبح وزيرا الرياضة جيد لأنه يعمل في سبور وفوتبول يعمل دسيبلي مجر هنا وزيرا من دولو توفق ترجمة نانسي قنقر